السلام عليكم يارب تكونوا جميعا بخير النهاردة بقى معينا كيك كده سهل وبسيطة جدا كمان اقتصادية الماربل كيك او الكيك الطايجر الحقيقة انا كنت عملتها اكتر من مرة وكاد تعجبت كل اللي دقها المرة دي حبيت اصورها معاك وقولكوا ادقيه اقتصادية وسهلة جدا متخيلين ببيدة واحدة عملنا القالب الكيك الجميل لتحفده خصوصا لو في بنات كمان لسه بتتعلم الحلويات اتفرجوا على الفيديو ده للاخر ونفزوا كده الخطوات والمقدير بالزبط وتنجح معاكم ان شاء الله من اول مرة هي بسيطة وسهلة بس شوية تركات كده صغيرة تنجح الكيك معكم من اول مرة واقولكوا ايه اسباب فشل الكيك او هبوطها او ان هي ليه مش بتبقى هشة من جواه اول حاجة خفق السكر مع البيض والموضوع ده مهم جدا جدا مهم ان البيضة كمان تكون بدرجة حرارة الغرفة يعني بدرجة حرارة المطبخ واحنا قفينا انا حطت بداية دلوقتي برشة من الفانيليا وكباية من السكر السكر بتاعنا العادي خالص اللي هو الحبيبات كباية بالزبط وممكن تزودهم لغاية كباية وربع او كباية ونص على حسب ما بتحبه الكيك من سكر قد ايه نفضل بقى نضرب فيها كويس جدا بالمضرب الكهربائي او بالخلاط المهم ان السكر لازم يدوم مع البيض وده من اول اسباب نجاح الكيك السكر لازم يكون دايب انا هنا ضربته تقريبا يعني دوبت السكر الى حد كبير وبعدين هنحط كباية لربع من الحليب كباية لربع من الزيت ممكن بدل الحليب عصير برتقان او ممكن مياه ومعلاقة لبن بودرة وممكن تبقى مياه بس وتبقى سيومي من غير لبيض ولا حليب تنفع كمان وتبقى جميلة جدا لكن خلينا ماشيين دلوقتي بالخطوات والتركات اللي احنا قلنا عليها علشان تنجح الكيك معنا من اول مرة ابتقي التقلب كمان اهو زي ما احنا شايفين ده كده المواد السيلة كلها وبعدين حطيت ربع كباية من المياه المغلية وده مهم جدا علشان يدوب باقي حبيبات السكر واضمن ان السكر كده معايا خلاص بأدايب كليا هنجي للمواد الجفة معنا كبايتين ونص من الدقيق ربع كباية من النشا معلقة كبيرة من بيكين بودر ورشة ملح وبتقي تقلب بسه السويل مع المواد الجفة وده قوام الكيك المزبوط هناخد نص الكيك بتاعنا جزء يعني منه ونحط عليه معلقتين كبار من الكاكاو الخام المنخول وكمان معلقتين كبار من المياه او تلات معيلة علشان ما يكونش خليط كيك الكاكاو يكون تقيل عالية عن كيك الفانيليا يعني هبتدي يقلب كده بالمضرب زي ما احنا شايفين قلتلكو بسه الكيكة سهلة بسيطة مقادرها كمان مزبوطة جدا بس امشوا على المقادر بالضبط بنفس الكباية المعيارية جبت القالة بتاع الانجليش كيك وحطت له ورق الزبدة وبعدين حطت له كده زي ما علاقة زيت وبتاقيه تقلبه كده بالمنديل يعني لضمان ان الكيك ميلزقش في ورق الزبدة لو انتو حابين تبضروا عادي تدهنوا الاول زيت للصينية وتبضروها بالزيدي براحتكم هنحط بقى خليط الكيك هنقسمه شوية من الفانيليا وشوية من الشوكولات لغاية ما يخلص معي الخليط بتاع الكيك الفانيليا وكيك الشوكولاتة هنا في الوقت ده انا حضرت الفرن بتاعي على درجة حرارة مية وستين او مية وسبعين رف اوسط الفرن يزم يكون متسخة من قبلها تقريبا بعشر داقي او ربع ساعة وده برضو من اهم اسباب النجاح الكيك مهم جدا الدقيق يكون منخول مرة واتنين ويكون ضمن انه دقيق كيك او دقيق لجميع الاغراض زي ما احنا شايفين كده مع بعض مهم جدا جمان ان انا اكون يعني شايفة صلاحية الحاجة قدامي شغالة يعني مثلا الدقيق البكينبودرة بقى متأكدة منه بتفاعل ومتنسوش معلقة الخل اللي حطتها مع البضاية معلقة الخل مع البيكينبودر بيتفاعل وكمان في الكيك ويخليه هش ومنفوخ من جواه وكمان البيكينبودر نيجي بقى للسوس بتاعنا انا دخلت هنا لصينية بتاعتي هتاخد تقريبا حوالي اربعين دقيقة لتسوية الكيك السوس بتاعنا اكتصادي وسهل جدا وسريع قوي ما فيوش اي حاجة معلقة كبيرة من الدقيق معلقة كبيرة من الكاكاو معلقتين كبار من السكر معلقة من الباستر كيم او كريم شانتي ورشة من الفانيليا وكباية من المية ومكعبين كمان من الشوكليت هنقلب كل الدع البارد وبعدين هنحطها على النار لغاية ما يبتدي يستوي معنا كده ويعمل فقاعات تقريبا كده شبه المهلبية بس ده بالدقيق انا بحب المهلبية اللي بالدقيق خصوصا لو كانت سوس الشوكليت ولا حاجة اكتر من اللي بالنشا لاني برضو بيبقى فيها طعم النشا لكن اللي بالدقيق ما بتبقاش واضحة قوي وخصوصا لو حطناها شوكولاتة او زبدة بيغطي عليها كأنها سوس شوكولاتة معمول من الاشطاء او المسأل الحليب والشوكولاتة انا هنا خرجت معايا صنية الكيك بعد اربعين دقيقة بالضبط واختبرتها وكانت هشة وجميلة ونعمة جدا زي ما احنا شايفين وشكلها هنا كان رؤى مهم جدا لنجاح الكيك اول ما تلاقيها استاوت اقفلوا عليها اقفلوا الفرن واقفلوا الباب بتاع الفرن ما تخرجوهاش خالص قبل ما تاخد كده خمس دقايق او ست دقايق وبعدين اول ما تخرج نغطيها كده فوتها من الدقايق ونسيب لغاية ما تهدى خالص شايفين شكلها هي هنا مش محتاجة سوس ولا اي حاجة هي تتقدم كده على طول جنب الشاعة والنسكة فيه لكن يعني هي مجرد للتزيين كمان وعشان يعني نفرح قسرتنا او لو عندي صحاب او اي حاجة وحبيت اعمل كده كيك متزيينة كده وبسيطة وزي ما بقول لكم كمان اقتصادية سهلة جدا جدا تقدروا تجربوها وان شاء الله انا اكح معكم من اول مرة ما تنسوش تركات المهمة اللي قلنيها لنجاح اي كيك وتفرجوا على الفيديو للاخر زي ما احنا كده شايفين مع بعض انا كان عندي كده سوداني مجروش احبيت كده ازين بيه الوش وممكن كمان او تشوكلت دركة تشوكلت كده او تشوكلاتة مبشورة اي حاجة وممكن من غير خالص وتتقدم كده زي ما بقول لكم بجد الطريقة بسيطة وسهلة وجميلة جدا جدا وحقيقة هي هشة ونعمة من جواها الفيديو كمان ظالم الكيك لاني مش موضح قد ايه هو جميل فعلا ونعمة كده وهشة وحسب لكم كمان مقاس صنية الانجلش كيك في صندوق الوصف بالمقدير كمان مكتوبة شايفين بقى الشكل والجمال واللسوس كمان كان نعم وتحفى بصراحة بستو هي كتلست هنا دافية معي فبتتقطع كده كيك نعمة وجميلة جدا يارب يكون الفيديو بسيط واعجبكم وانتو كمان تجربوه تقوري رأيكم شايفين بقى الشكل الجمال اشوفكم الاصفة الجاعة على خير